أسفلت العوصف التي تعرضت لها مناطقه في غرب أوروبا عن مصرع خمسة أشخاص في بريطانيا وشخص واحد في فرنسا يوم عيد الميلاد في الوقت الذي توصلت في تحليلاته من التقسيسي والتنبيهات من حدوث فيضانات ريح قوية وامطار غزيرة اشتحت اليوم جنوب فرنسا بعدما هدأت في الشمال مما أدى إلى يلغاء رخلات جوية وانقطع الكرب عن عشرات الألاف من المنازل رأيت من النفذة كأنها قطعة كبيرة من المعدن تسقط مباشرة على المنزل اعتقدت أنها كانت طائرة كنا خائفين بعدها أدركنا أنه كان جزء من سقف إحدى المدارس الذي طار وسقط بشكل مباشر على منزلنا وفي بولندا اشتحت رياح قوية جبال تاتارا في منتجع زاكوبان جنوب البلاد مما تسبب في أضرار كبيرة كما تسببت رياح القوية في اختلاع الأشجار وحرمت عشرات الألاف من العائلات من التيار الكهربائي أما في بريطانيا فقد عنا عشرات الألاف من السكان من قطاع الكهرباء اليوم بعد هطول أمطار غزيرة سببت فيضانات جارفة وهبوب رياح نعاتية بلغت سرعتها مائة وخمسة واربعين كيلومترا في الساعة اشتركوا في القناة